اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه تلتزم بالحفاظ على قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل وتنتهج نهجا راسخا بالعمل الجماعي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في اطار حرصها وجهودها في مكافحة الاتجار بالاشخاص وهو ما يمكنها من مواصلة انجازاتها الرائدة في هذا المجال جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية في فعالية مكافحة الاتجار بالاشخاص في سياق الهجرة افضل الممارسات والتحديات والاتفاق العالمي للهجرة والذي عقد في مدينة نيويورك ونظمته كل من مملكة البحرين وجمهورية الفلبين وجمهورية نيجيريا الاتحادية وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والمنظمة الدولية للهجرة واضف معالي وزير الخارجية ان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وبدعم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله قد انجزت مبادرات مهمة لاصلاح سوق العمل وحماية حقوق العمال المهاجرين وهو ما عاد بالنفع على الجميع بفضل ما يميز المجتمع من تنوع ثري وحيوي واشار معالي وزير الخارجية الى ان هذه الجهود والمبادرات قد وضعت مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي ضمن الفئة الاولى في تقرير وزارة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية السنوي حول الاتجار بالاشخاص منوها معاليه بدور سعادة السيد اسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص في تحقيق تلك الانجازات وشدد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة على ان تبادل التجارب الناجحة يسهم في زيادة فعالية مواجهة ظاهرة الاتجار بالاشخاص لسيما مع اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الامنة والمنظمة والمنتظمة مؤكدا معاليه ان مملكة البحرين ستواصل العمل مع الدول الصديقة ومع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة ومن خلال عضوياتها في مجلس حقوق الانسان لتعزيز جهود القضاء على الاتجار بالاشخاص